المرأة اليمنية الضحية الأبرز للحرب في اليمن والحامل الأكبر لتبعاتها الكارثية اليوم العشر من ديسمبر اختتمت مجموعة من المؤسسات والناشطات اليمنيات حملة مكافحة العنف ضد المرأة المرأة والحرب عنف إضافي ومعاناة مركبة تحت عنوين مأساوية تحضر المرأة اليمنية اليوم المرأة القتيلة المرأة الجريحة المعاقة المعيلة لأسرتها المحرومة من التعليم وغيرها من العناوين الكارثية تقول الإحصائيات إن خمسين في المائة من النساء أصبحنا مسؤولات عن إعالة أسرهم نظراً للحرب التي قضت على آراف الرجال في اليمن بمناسبة حملة مكافحة العنف ضد المرأة نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات جلسة استماع لاثنتين وثلاثين امرأة من المتضررات من الحرب في مديرية صبر في محافظة تعس هذه المرأة تم قنصها وجرحها من قبل ميليشيا الحوثي نظراً لتواجد منزلها قرب مناطق الاشتباكات وعندما سألتها من دوبة اللجنة لماذا لا تغادرون المنزل أجابت إنها غير قادرة على تحمل تكاليف النزوح معاناة المرأة في اليمن تحضر أيضاً في ملف المختطفين وهو الملف الأكثر وجعاً والجرح الذي يتجدد كل يوم رابطة أمهات المختطفين تعد الكيان المعبرة عن معاناة المرأة اليمنية اليوم والتسييد المكثف لمأساتها المركبة تصادف اليوم الذكرى السبعون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العاشر من ديسمبر من عام 1948 والذي شكل تحولاً تاريخياً في نظرة وتعامل الحكومات والمجتمعات تجاه حقوق الإنسان في الوقت الذي لا يزال فيه اليمني يبحث عن حق الحياة وحق أن تكون له دولة تحفظ حقوقه وتصون خياراته فاتورة باهظة تفرضها الحر تدفع المرأة الجزء الأكبر والأقسى منها في ظل تغاذي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية واهتمامهم بقضايا ثانوية بعيدة عن واقع المرأة الحقيقي